يبدو أن سياسة الإدارة الأمريكية في محاربة نفوذ الإيراني بدأت مرحلة جديدة مع عزم الولايات المتحدة على إيصال صادرات إيران النفطية إلى الصفر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تجديد إعفاءات عقوبات النفط على إيران قرار سبقه تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن فيه عزم بلاده أنهاء جميع الاستثناءات عن مستوردين نفط الإيراني اعتبارا من الثاني من شهر أيار القادم استثناءات واشنطن شملت ثماني دول من أبرزها تركيا والصين وسمحت لها بشراء النفط الإيراني دون التعرض للعقوبات الأمريكية لمدة ستة أشهر الإدارة الأمريكية أكدت أن إنهاء الاستثناءات لن يؤثر على الأسواق العالمية للنفط موضحة أن موردين آخرين كالسعودية والإمارات تعهدوا بتعويض أي نقص في سوق النفط إلغاء الاستثناءات في القطاع النفطي يقابله منح إعفاءات لحكومات وشركات ومنظمات تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني بعد تصنيفه إرهابيا كي لا تتعرض تلك الجهات لعقوبات أمريكية وفقا لوكالة رويترز الإعفاءات ستتيح لمؤسسات أجنبية ومنظمات إنسانية تعمل في مناطق مثل شمال سوريا والعراق واليمن بأن تمارس مهامها دون خوف من الوقوع بشكل تلقائي تحت الطائل القوانين الأمريكية تجديد العقوبات على قطاع النفط الإيراني وحرمانها من عشرة مليارات دولار أمريكي وفقا لوزير الخارجي الأمريكي يفتح الباب على تساؤلات حول نجاح هذه الاستراتيجية في دفع إيران نحو مباحثات جديدة مع واشنطن بهدف تقليص نفوذها في منطقة الشرق الأوسط خاصة وأن إيران أكدت أن هذه الإجراءات لن تنجح بوقف صادرة إيران النفطية ترجمة نانسي قنقر